السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الغرور القاتل والله ده احلى معنى اه طلع كده من قلبي وانا بتفرج على اخر دقايق قلت الغرور القاتل مدرب مغرور جوارتيولا معاه افضل لعيبة في العالم بجد بيلاعب رقم 17 في الجدول السنفيلة انا متابع نتائجها واتفرجت على متشامعة وستهام اتغلبت على الارضها من وستهام لوستهام اتغلب وتقطع من الستي في اول ماتش في الدوري امكانيات ضخمة انك تكسب ماتش زي ده اربعة خمسة بجد السنفيلة النتائجها السنة دي النتائج سيئة جدا اه غريبة قوي يعني غريبة مستوى سيئ جدا 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 فريق متعادل مباراة وكسبان مباراة كسبان فرقة ضعيفة برضو واتغلب تلات ماتشاط ده غلب تلات هزايا اخر حاجة مهزوم الماتش اللي فيهد وانت منشستر سيتي متقدم واحد سفر وعندك مباراة بعد يومين مع اشبليا وانت متقدم واحد سفر مش عايز تغير وفي ناس مجهدة في الملعب في ناس واضحة مجهدة سلفة من الشوط الاولاني واضح ان مجهد فيه لعيبة متقدرتش استحمل كل يومين ماتش هتشوفهم في ماتش حلو بس بعد يومين بتلقيهم مجهدين دي بريون شوية وشوية جندغان يختفي ويظهر فودي وحش هتخسره مش عايز تغير ليه الدكة اللي معك دي كل واحد يسوي ملايين ليه ما تلعبش مغير في الدقيقة خمسة وسبعين اولا انت كسبان واحد سفر في الاول لغاية الدية اربعة وسبعين وبعد كده عندك بعض يومين ماتش الغرور ده وعمل بقى تغييره كمة الغرور انت لما لما السنفيلة جابه هدف التعادل عمل تغييره غريبة كده انت واحد واحد بتنفس على البطولة وعايز سكسها باي طريقة تطلع باك يمين والكر اللي هو مفروض باك يمين وحافظ مكانه وتخلي ستونز باك يمين ما بعرفش يبدأ هجمة السنز بيجرب الكرة شكله يدحك اولا انا عرفت التغييرها مجنونة وتغييرها فيها غرور كبير لما شفت السنز هو بيجرب الكرة طب ما انت طلعت باك يمين ونزلت مساك مدافع وفيه اتنين مساكين مدافع يعني نزلت اقي ده مساك مدافع وفيه ستونز وفيه دياش تلاتة قلب مدافعين ووقر انتخب انجلترا بيعرف يبدأ هجمة هيعرف لما تجيله الكرة او يقطع كرة هيعرف يتصرف لكن انت ليه طلعته وخليت بيتلعب تلاتة مساكين ورا والتلاتة المساكين تجيلهم الكرة مش عارفين يبنوا هجمة خسرت ووقر ان هو اللي يبي بيبدأ الهجمة من ناحية اليمين غرور غير طبيعية وتغييره غير طبيعية هو انت كسبان تلاتة ولا اربعة ده انت واحد واحد وعايز تعود تطلع الباك يميل انه ممكن يكمل بالكرة وعنده ثقة في الحتة دي ويقدر يعملك اوفر وتنزل مساك تزود مساك زيادة انا مش عارف صراحة غرور مدرب تغييرة محرز اتأخرت كتير سلفة من اول المباراة مش سلفة خالص مش سلفة خالص مش قادر مجهد مجهد لسه لعبين يوم الاربع مجهد من يومين يعني هو لعب الاربع ورايح يومين بعد كده لعب النهاردة فواضح ان فيه اجهاد غيروا لعبوا شوت لعبوا خمسين دقيقة لعبوا ستين دقيقة محرز تنزلوا في الديق اربعة وسبعين حتى لما محرز نزل يمسكوا الكورة ما بيش حد مش قادرين الوقت اللي بغيرش فيه حد دورديولا ديبرين وقع جاء على الاخر ربع ساعة ديبروين وقع مش قادر يجري جندغان مش قادر يجري خلاص نزلت بقى محرز فيه الآخر مكان سيلفا طب هيعمل ايه هينزل متأخر نزل متأخر اللعبة مجهدة مش قادر ما فيش حاجة لأ مدرب مغرور بعدين نفس الشكل الهجومي سيلفا فوديين هالند وجندغان بيكمل هنا مع فوديين وديبروين بيكمل هنا مع سيلفا طب ما حفظوهم سيفن جيرارد الرجل كان لعيب دولي ومدرب محترم حفظ برغم ان فرقته تعبانة السبعتاشر في الجدول السبعتاشر في الجدول يعني فرقتين تحتها في الآخر ونتاجة وحشة جدا في الموسم ده كله بقيتها الصغرب على السنفيل النتاجة وحشة قوي تيجي اه 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 حفظوك فما فيش اي حاجة الا انقذه بس الاوفر اه في هالند مهاجم اللي هو اصلا ما بيعترفش بالمهاجم مدور المهاجم المدير الفني ما بيعترفش بالمهاجم مدور المهاجم جورديولا انقذه بالهدف دوت غير كده ما كانش فيه اي فرص اه تيجي جوان برغم ان برضو زي ما قلت لكم بيلعب فرقة بتتغلب تغلب التلات مطشات من خمسة وتعادلت مطش وكسبت مطش واحد والمطش ده تاني يتعادل لي اه واضح قوي عيوب الدفاع في وجود مساحات يعني مثلا ليون بايلي اللي سجل الهدف الجميل ده ووادكنس الاتنين المهاجمين ليون بابلي ووادكنس بيتحركوا في كل حيط وعملوا يرقصوا في الناس يعني فيه مساحات في الدفاع فيه عيوب في الدفاع رودريجو كمان انت شايف رودريجو من الشوت التاني اعمال يغلط غلطات هتيجي جوان اعمال يغلط غلطات رهيبة الغلطة بعدها غلطة بعدها غلطة طيب ما تغير انت ليه ما قسه حاجة بفريق كرة القدم ان اللاعب يحس ان هو صاحب الفريق انا هلعب على طول لا نزل عندك ناس في الاحتياط ينزلهم لازم تغير لازم تغير اللعيبة النهار ده انا لعب قاعد في مطشة زي ده وعايز اكسب الامر والمدارب مبينزلنيش على عب التغيره واحدة بس اللي عملتها محرز ونزلت المدافع اكي دوت وطلعت وهو قربا قريتي اللي بيكمل انا مصه يعني وبعدين عندك بطش بعد يومين سيبك بقى من فالعيبة مش قادرة ده في مطش بعد يومين يعني خرج اللاعبة دي عشان يشتغلوا بعد يومين كويس ما تدهمش حملة قيل اول لعب اللي احتياطي ده نزلوا نص ساعة علشان تبدأ بيه المقش اللي جاي ده ايه يعني بصراحة مدرب مغرور يخسر نقطتين كمان وحظوا ان ليفربول عمل يخسر النقاط لكن انا حاسس ان ارسنال وتتنهام وتشيلسي هيخدوا مكانة كبيرة وخلي بالك فيه اندية لو رجبت في المقدمة مش هتطلع مش هتطلع ان واضح ان جوارديولا عمل يفقد نقاط غريبة جدا وبعدين لسه ملعبش حد يعني جوارديولا ملعبش حد جوارديولا خسر نقطتين من نيو كاسل ونقطتين من اسطنفل لسه ملعبش تتنهام ولا مالشستر يونايتد ولا ليفربول ولا تشيلسي مالا ما تلعب الفرق الكبيرة دي هتخسر ايه شكرا